سامة ده كان لقانا مع الكابتن محمود جابر مدير الفني المنتخب الشباب اللي طبعا بنتمنى له التوفيق انا ايضا هينضملي في هذه الاسناء الكابتن سيد غريب المدير الفني لفريق النادي الالي طبعا اللي بنحييه طبعا والقتال ان العبا بتلعب لاخر دي كابتن سيد غريب المدير الفني الفريق موليد 2003 في النادي بارك للكابتن سيد غريب يا فاروق قوله الف مبروك الكابتن محمد حشيشي الكابتن اسام عربي عندنا نقاط كتير نتكلم فيها لكن ان عند النقطة المهمة والاهم من نهاردة ان انا اكون بالعب لاخر دقيقة وان انا اكسب في ظل ان مباراة دخلتك في اجواء المنافسة سريعا يعني مش دي مباراة يعني بداية موسم لا عند قتال عند شراسة ان انا بالعب لاخر دقيقة اول حاجة امسع كابتن اسامة وكابتن حشيش وكابتن اسام عربي وكابتن مصر اقول الحمد لله على الاداء هو ده لعبت النادي الاهلي بتلعب لاخر دقيقة الحمد لله يعني الهدف خدناه ان احنا التلاتة بونت جبناهم هبقى واضح الاداء مكنش كويس كان عندي مشاكل الحمد لله حولت حلها جوه الملعب الحمد لله حلتها قد اخذ دي ايه وجبت جون المكسب فالحمد لله ان شاء الله نوعد جميل النادي الاهلي والفتر اللي جاي نشتغل اكتر وهيبقى الاداء احسن ان شاء الله كويس اولا كابتن سيد انتكلمت انت مش راضي عن الاداء لكن في حاجات النقاط مهمة جدا كويس ان انا لو اداء مش كويس ما بخسرش ودي سيمات الفريق كبير نقطة تانية ان انا لما بتأخر وبرجع تاني اعتقد دي بقى من الايجابيات النهاردة بتاعت المباراة اول حاجة الولاد انا بشكرهم يعني شوكي كبير قوي الولاد عم قدوا غاية اخي دقيقة عملوا مجود كويس طبعا في راحب اول ماتش ليهم فيه تلاتة اربعة اول ما يلعبوا جهاز المنتخب موجود جهاز الدرجة الاولى موجود فكان عمل ضغط عليهم شوية حتى انا هديتهم بين الشوتين انا عايف اللي لعبتي عندها احسن من كده مئة مرة عملنا شغل كويس الفاتر اللي فاتت النهاردة عملنا شغل كويس جوه الملعب غاملنا بمغامرات الحمد لله نكحة وجهت نظري الحمد لله اخي دي اه كسبنا لعبت باسين حربة لعبت بونجين لعبت بواحد ديفندر بس وكملت واحد من تحت راسات الحربة حجمت بخمس لعيب اخي دي اه الحمد لله اه كسبت المطشو عندك غيابات النهاردة مجموعة من الغيابات لظروف الاصابة لظروف الاقاف هتتعامل مع الامر ده ازاي خاصة انت خلاص عندنا مباراة القادمة وامان فريق غزل المحلة وانا عارف انت بتاخد كل مباراة بمرحلتها وكل مرحلة بوقتها احنا نقول مبلوك النهاردة نقول اللعيبة نحديهم النهاردة ويفراحهم النهاردة ان شاء الله بكرة نشتغل عندنا مطشو ودي الاسبوع اللي جاي هنوعد نعمل تحليل الاداء تحليل الاخطار اللي عندنا ان شاء الله هنحسنها اللعيبة عندي ثلاث غيابات ثلاث غيابات مؤسرين جدا اسامة ميدو اسامة عندي كريم عصمان عندي محمود حمدي لعيبة كويس واحمد دووك كمان يعني عندها بقع لعيبة أسين مش هقول ده السبب لا انا باشكر اللعيبة كلها اللي قدت ان شاء الله لده هيبقى احسن وان شاء الله يعني كفاء ان احنا موتنا نفسنا غاوت اختي دي أوحقانا نمكسبل الحمد لله هدف بيبة في الوقت الاخير دوه يعني علامة خاصة في النادي الاهلي كابت numa بقول لقعة يا ممكن للنظار دا أنا بقول للكابتن версامة هي دي لعبت النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي هو ده الجيل اللي طالع اللي هو بيلعب يغرن اخي دي يغرن اخي لسانية انا بشكر اللعيبة بشكر ربنا وبشكر الجهاز كل اللي معايا وبشكر كابتن خالد بيبو اللي تعبان جداً معنا كابتن خالد بيبو أول واحد بييجي النادي وآخر واحد بيمشي من نادي بشكر مستر الماركل شغال معنا شغل كويس الراجل يعني مش مقصة معنا بحاجة بقولي إن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله كربتن سيادو بالتوفيق في الم captured إن شاء الله تتواجه بالبطولة بإذن الله إن شاء الله بنوع الجميع في نادي الأهلي ومسوقين في نادي الأهلي البطولة بإذن الله كابتن سامة دا كان لقانا مع الكابتن سيد غريب المدير الفني الفريق النادي الاهلي موليد 2003 نكون مستمرين معك من هنا من ملعب المباراة عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق الشريعة للدخان بسلسة أهداف مقابل أهدافين